ولكن في حالة سيف الإسلام القذافي هو مطلوب للعدالة الدولية كما تعلم سيد عبدالله هل أنت من حيث المبدأ مع أم ضد ترشيح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات إذا ترشح لا نعلم المهم ليس مع أو ضد المهم أن الترشح للرئاسة شأن ليبي واللي يحكم يعيق أو يشجع هو القانون الليبي ولذلك في هذه المسألة هناك إجماع من ملتقى الحوار السياسي الليبي أن يكون الفيصل هو القانون الليبي والقانون الليبي عندما يقول كلمة في هذا الأمر يترتب عليه أيضا تعطيل كثير من الملاحقات الدولية خاصة التي وضعت في ظروف سياسية وإذا القضاء الليبي لا يدين سيف الإسلام بأي شكل بحكم قضاء نهائي وبات فمن حق مثل أي مواطن الليبي يترشح ولكن ألا ترى أن من المستغرب أستاذ عبدالله وأنا لا أدافع ولا أعارض ولكن أتساءل ألا ترى أن ثورة 17 فبراير قامت ضد نظام القذافي وسيف الإسلام كان جزء أساسي من هذا النظام وهو قاد حملة القمع في تلك الفترة هل ترى أنه من المنطقي أن يترشح شخص بهذه المواصفات للرئاسة في ليبيا هذا الموضوع يتم الحكم عليه انطلاقا من رأي الليبيين وليس آراء المحللين أو الأطراف السياسية هذا موضوع حدد الليبيين إذا الليبيين أرادوا سيف ما الذي يستطيع أن يمنعهم وإذا الليبيين رأوا أنه شارك في جريمة أو شارك في حدث يمكن أن يصوتوا لأي أحد آخر هذا من ناحية الأولى من ناحية الثانية ما حدث في ليبيا هو سرديات مختلفة وآراء مختلفة ومرويات مختلفة ولذلك لا نستطيع أن نكرر كلام استخدم في فترة معينة في الإعلام ونحن عارفين الإعلام لاستخدم هذا الأمر وكثير من القنوات الموجهة في هذا الاتجاه وهذه الاتهامات طالت جميع منهم في المشهد في الحالة الليبية والحكم في هذه المسألة ليس باعتماد رأي طرف من الأطراف أو رأي اتجاه من الاتجاهات الحكم في هذه المسألة هو من خلال الذهاب إلى محطة هي هدف خارة الطريق لما وضعت خارة الطريق كان الهدف الأساسي لها هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية وكان الهاجس لوضع هذا الهدف هو إعطاء الشعب الليبي ليقرر لا نستطيع اليوم إيجاد أي من تفاصيل المرويات الليبية لأن في الحالة الليبية هناك اتهامات وهناك اتهامات مضادة وهناك من يرى أن ما حدث في ليبيا في 2011 مؤامرة وهناك من يرى ثورة وهناك من يرى أن أعطيت فرصة مناسبة لنخب كثيرة وفشلت فشل الذريع أكثر من النخب المحسوبة على النظام السابق وأكثر من سيف الإسلام نفسه ومع ذلك لا ينبغي أن توضع مادة في القانون لمنح هؤلاء من الترشح للجميع يحق له الترشح طيب دعنا ننتقل سلامت الله إلى الزاوية